اهلاً وسهلاً الذهب والفضة عند أدنى مستوياتهم من ثلاث أشهر أسوأ أسبوع للأسهم الأوروبي من مارتش الليرة التركية عند أدنى مستوياتها أبل عند أعلى مستوياتها تاريخياً أمازون سجلت أعلى أسعارها من أربعين أسبوع كان أسبوع متقلب جداً مع شهادة رئيس الفيدرالي جيران باول واللي أشار إلى أمكانية رفع الفائد مستقبلاً لمحاولة السيطرة على التضخم الإشارة لعمليتنا الرفع فائدة لو دعت الحاجة ورفع بنك إنجلترا الفائد بمشيق المفاجئ بمقدار 50 نقطة أساس نظراً لاستقرار التضخم السنوي عند مستويات 8.7% والتضخم الأساسي سجل الزيادة السنوية بمقدار 7.1% وهي الأعلى من 31 عام وبنك سويسرا رفع الفائد بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الخامسة على التوالي بينما انخفض التضخم من اليابان لمستويات 3.2% بشكل مفاجئ وغير متوقع وعلى المستثمرين متابعة عدد من النقاط الأساسية في جلسة الأسبوع القادم بداية مع التضخم من كندا فبعد عودة بنك كندا لرفع الفائد في الاجتماع الماضي رح تكون قراءة التضخم مهمة جداً للحصول على دليل إضافي على السياسة النقدية القادمة ثانياً مشاركة رؤساء البنوك أوروبا بريطانيا الفيدرالي في حلقة نقاش عن السياسة النقدية ثالثاً ناتج المحلي الإجمالي من الولايات المتحدة ولمتوقع أن تكون بمنطقة إيجابية ورح تعطي الاقتصاد المزيد من الوقت للابتعاد عن مخاوف الركود رابعاً وأخيراً مؤشر الانفاق الاستهلاك الشخصي من أمريكا وهو المؤشر المفضل الفيدرالي لمتابعة حالة التضخم متوقع أن يسجل بعض التباطؤ عن الضغوط التضخمية ننتقل للتحليل الفني لجلسة الأسبوع القادم نبدأ مع الذهب ذهب كان قد سجل ارتفاعات وأعاد اختبار مستويات القناة السعرية الصاعدة المكسورة عند مستويات 1971 والتي هي أيضاً مستويات فيبوناتشي تصحيحية 23.6% للموجة الصاعدة الأخيرة إعادة الاختبار كانت ناجحة تشكيل شمعة ريفيرسل إعادة الاختبار ثم عودة موجة خبوطية لخمس شمعات يومية متتالية كسر الموفينج أفرج 200 على المدى اليومي لذلك اختبار أو ثبات التداولات أدنى مستويات 1951 على المدى المتوسط أو مستويات 1945 على المدى القصير قد يدفع الذهب لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 1930 المتمثل ببوناتشي 38.2 ثم مستويات 1885 والتي هي مستويات دعم ثبات التداولات أدنى المقاومة السعرية شرط أساسي لتشكيل الميل هبوطي للذهب ننتقل لتحليل اليورو اليورو كان قد سجل بعض الارتفاعات ثم عودة إغلاقات يومية سلبية لمدة يومين متتاليات لا يزال يتداول اليورو أعلى مستويات خط الاتجاه الصاعد ثناء الارتكاز لذلك إمكانية تشكيل ميل إيجابي واردة في حال ثبات التداولات السعرية أعلى مستويات الدعم السعري دولار 8 سنت لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات دولار 10 سنت ثم 11.60 بالنسبة لليورو ننتقل لتحليل الباوند الباوند على المدى القصير يتداول أدنى وداخل قناة سعرية هابطة لحتى الآن تشكيل ميل هبوطي لاختبار مستويات الـ 1.26 واردة واردة مع ثبات التداولات أدنى مستويات الـ 1.27 واردة 1.27 واردة طبعا على المدى القصير بالنسبة للباوند ننتقل لتحليل الـ 1 لا يزال الـ 1 ضمن خط اتجاه أو ضمن ترند اتجاه صاعد لحتى الآن ثبات التداولات السعرية أعلى مستويات 142 قد يدفع الـ 1 لتشكيل ميل صعودي أيضا نحو مستويات 144.80 ثم 146.50 طبعا ثبات التداولات أعلى مستويات 142 شرط أساسي لتشكيل الميل الصعودي ننتقل لتحليل الأوزي الأسترالي الأسترالي ارتدادات سعرية جيدة من خط الاتجاه الهابط تشكيل خط اتجاه ثلاث الارتكازات عزم أو زخم هبوطي بعد الاختبار كان يعتبر جيد نوعا ما لذلك إمكانية التداول في ميل سلبي بالنسبة للأسترالي واردة مع ثبات التداولات السعرية أدنى مستويات 67.85 قد تدفع الأسترالي لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 65.80 ثم 64.80 ننتقل لتحليل خام غرب تكساس النفط النفط مستويات الدعم السعري 67.60 ممتاز جدا صمود جيد لحتى الآن في جلسة يوم الجمعة اختبار مستوى الدعم لأربع مرات متتالية أو خمس مرات متتالية تداولات أعلى خط الاتجاه قصير المدى الصاعد لذلك صمود الأسعار أعلى مستويات 67.60 إلى 67 منطقة سعرية دعم تعتبر جيد من 67.60 إلى 67 الفقر قد تدفع النفط لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات نفسية 70 ثم مستويات 72 ثم مستويات 73 بالنسبة للخام غرب تكساس نختم مع تحليل الداو جونز الداو جونز كان قد اخترق مستويات خط الاتجاه الهابط على المدار الأسبوعي لذلك تداولات سعرية أعلى مستويات 33.500 قد تدفع الداو جونز لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات 34.200 ثم 34.600 على المدى المتوسط طبعا ثبات التداولات السعرية أعلى خط الاتجاه والمتوسط المتحرك 200 شرط أساسي لتشكيل ميل صعودي بالنسبة للداو جونز تداولات موفقة شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة